لا شيء يرهب القاتل كالشاهد على الجريمة وطالما كانت الصحافة هي عين الحقيقة التي يريد لها الكثيرون أن تغلق في العراق الجديد لم تجد الصحافة مكانا بين العشرات من السلطات التي تحكم البلاد فأضحى الضحية بعد أن كانت الشاهد آخر حلقات تكميم الأفواه في البلاد إقدام الميليشيات على تهديد العاملين في قناة التغيير الفضائية بالقتل ما دفع المحطة إلى إغلاق مكتبها في بغداد وكل ذلك بعد انتقاد طال الميليشيات المتنفذة ما جرى كان استكمالا لترهيب الصحفيين والإعلاميين منذ انطلاق ثورة تشرين التي مثلت خطر وجوديا على الأحزاب والميليشيات فتعرض الكثير من العاملين في الصحافة والإعلام إلى القتل والاختطاف والترهيب في محاولة لإسكات أي صوت قد ينقل حقيقة الوضع في العراق تذيل العراق قوائم الدول بحرية الصحافة إذ كان في المركز 156 لمؤشر حرية الصحافة العالمي فيما تصدر قوائم الدول التي تمثل بقعا سوداء بالنسبة للعمل الإعلامي معهد الحرب والسلام البريطاني تحدث عن تدهور حرية الصحافة في العراق بعد ثورة تشرين نظرا إلى رد الفعل العنيف ضد الجهود الإعلامية لتغطية موجة التظاهرات المناهضة للسلطة جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من جهتها وثقت أكثر من 300 انتهاك في جميع أنحاء العراق عام 2020 فقط تراوحت بين الاغتيالات والاعتقالات إلى مصادرة المعدات وإغلاق المؤسسات الإعلامية وارتبطت معظم هذه الأحداث بالتظاهرات المناهضة للأحزاب تراهن الحكومة والميليشيات على قوة السلاح وأسلوب الترهيب لإسكات الأصوات الحرة إلا أن التجارب تؤكد أن العنف يرفع من زخم الثورة ومحاولات طمس الحقيقة تفضي إلى ظهورها ولو بعد حين فاطل! فاطل! فاطل!